يعني بيربوا العيل الإخوانجي الزومبي على أساس أنه صلت الأرض بالسماء وأنه إرادة الله للتفرقة بين الحق والباطل تخيلوا لما عيل الإخوانجي يتربع على الكلام ده بيوتبرمج عليه ما أنا ليه بقول زومبي وما يقراش كتاب بعد كده في حياته تقنعه إزاي أنه على الباطل بعد كده وبعدين عرفت منين يا ابن البنة أنكم إرادة ربنا للتفريق بين الحق والباطل كان جالك وحي مثلا هل جاءك الوحي لما كنت بيتبات مرة كل شهر في المقابر زي ما حكى جوز بنتك سعيد رمضان يعني عرف منين أنهم إرادة ربنا عشان يميزوا بين الحق والباطل ولا جالك إبليس الرجيم في الترب اللي بيجي في الترب إحنا عارفين مين وبتقولهم أن أنت ورسة محمد وخلفاء صاحبته طيب وبقى المليار 2 مليار مسلم نورس إيه مثلا محل عصير في العتبة ولا مش فاهم لأنه لما أنت ورسة سيدنا محمد إحنا نورس إيه الإخوان يجذب أو يشتم بفحش زي ما بيتابعوا على السوشيال ميديا وياخد الخبر المفابرك من إعلام الاستعمار الدعم لإسرائيل وينشره كأنه كلام مصدق يكره قوي لما مصر تشتري سلاحهم بصفقة سلاح قوي مستور يكره قوي كل ده ويبس شمومه لتفتيت الجابهة الداخلية ونشر الفتنة حتى فيه أزمان التحولات الكبرى والصراعات الصعبة كل ده عندهم مبرر كل ده بيعملوه مبرر عندهم ليه مبرر أصلهم سلاة الأرض بالسماء يا عم فإزاي إنسان عادي زي حالاتي ينتقد تصرفات منهم سلاة الأرض بالسماء أناش وصلني ليهم زي ما بيقول الكاتب وبيعلع الكلام ده الله أكبر ما كل هذه العظمة وإن كان الإمام المؤسس صاحب هذا الكلام الدعاء الفخ وهو من علم أصحابه التواضع لرب العالمين فمنزل الذي علمهم الغرور الزائف واسألنانا على غرورهم والانتفاخ من دون معنى ولا مبنى وإن هذا المنطق الذي ورساه الإخوان عن إمامهم هو المسؤول الأول عن أغلب ما لحق بهم من كوارث ارتبطت بنهجه فعلا الجملة دي مهمة قوية هم عندهم ميكانيزمات الفشل من منهج مدرس الخط وهو وسياساته مباشرة لا بأخطاء ارتكبها من جاءوا بعده وفي نفس الوقت الذي أعماهم عن مراجعة ما وقعوا فيه من أخطائهم دفعتهم للقاء كامل المسؤولية دايما على خصومهم السياسيين دايما هم زي الفل متفل والتسعتاشر لوزة شمعة منورة والآخرين هم الوحشين خصومهم السياسيين لقاء فقصومهم مش فيهم لكن هم ما يغلطوش أبدا أبدا ويغلطو ازاي يعني فعلا اخوان تغلط ازاي وهم صلة الأرض بالسباء هي الصلة بتغلط تقايله كده واحد ماشي في الشارع وفاكر نفسه صلة الأرض بالسماء وورثة الصحابة والأنبياء فكل أفعاله مبررة طبعا وما للسماء يعني تفضل من غير صلة ولا الصلة مع السماء تغلط ولما مدرس الخط يفاهمكم انكوا رأسة الأنبياء والصحابة احنا نطلع مين بقى نطلع مين واذا كانت هذه رؤية امام الاخوان لأتباعه او لصحابته فمن يكون خصومهم السياسيين سوى أبي جهل وأبي لهب اوبا طلعنا أبو لهب يا معلم طالما هم صحابة يباحنا أبو لهب مالهاش حال تاني وحتى لو مالهاش علنا وإن كان على الآقل ده موجود في وعيهم وظاهر على السوشيال ميديا يعني فيهم بيكفروني على السوشيال ميديا وفيه كتبولي تبوأ مقعدك من النار وفيه اللي كتبلي منهم تمتع قليلا إلا إن الفكرة دي وإن كانوا معلنوهاش بصراحة إن احنا من وجهة نظرهم أبو لهب وابو جهل جواهم وبتبان في تعليقاتهم هم الصحابة وإحنا بالنسبة لهم أبو لهب ما بيتكسفوش همعلم حمرة الخجر دي ما اسمعوش عنها أبدا أي مواقف أي مواقف حتى يتراجع عنها عادي جدا ومش كان قالوا مش هنقدم ورشع لرئاسة يرجعوا في كلامهم عادي مش كان قالوا إن احنا لن نسعى للمغالبة في الانتخابات البرلمانية يرجعوا في كلامهم عادي طب هم اللي أصلا بيعيطولك عن ديمقراطية ديمقراطية بسترات حازم صلاحة أبو اسماعيل والصرف المشبوه على دعايتهم والأشبه بصرف الإباك على عضاء الكونجرس الدعاء لنتانياهم فقبل ما تكلمنا عن ديمقراطية عرفني مين مولك مين بيدفع للدعاية والإعلام بتاعك مين صحب الأجندة ومع ذلك هل هم فعلا الناس اللي بيتربوا على إنهم صلت الأرض بالسماء الجبنة دي خطيرة جدا تخيل عيل 13 سنة بيتقال له كده بيدرس له إن إمامك حسن البنة قال إن انتوا صلت الأرض بالسماء يعني مش صلت الهرم بالطلبية بفيصل بالطلبية نا ده صلت الأرض بالسماء هل فعلا دول اللي رأيهم إن هم ورسة الصحابة يؤمنوا بالتعددية ترجمة نانسي قنقر